بيت نظيف وبيت سعيد بدي أحكي لكم قصة سلمة ومريم سلمة ومريم متزوجين وعندهم أولاد لتنين حريصين على بيوتهم وأولادهم بس كل واحدة بطريقتها سلمة بعد ما يروحوا أولادها على المدرسة بتشرب فنجان قهوة وتبدأ بشغل البيت على طول بتطبخ وتجلي وتفرق الغاز وتلمع الشبابيك وتمسح وتشطف وترتب الخزاين وتغسل وتكوي رجعوا الأولاد من المدرسة سلمة تعبانة ونعسانة أما مريم فبعد ما يتسحلوا أولادها بتعمل لنفسها أحلى فطور وبتطلع تمشي نص ساعة على البحر مريم بتطبخ وبتشتغل في البيت ساعتين ثلاثة مش أكتر مريم بتحدث دورات على اليوتيوب بتقيلل وبترتاح قبل ما تقعد مع أولادها عشان تعطيهم وقت نظيف سلمة بتدرس أولادها كل كلمة بالمنهج وأيام الامتحانات بصير عندها حظر تجول سلمة بعد عملية التدريس هاي بيكون سقطها راح وجهها صداع نصفي وارتفع ضغطها سلمة بتشتكي إنه أولادها اتكاليين وما بيحبوا الدراسة أما مريم فهي يفهم أولادها إنه واجباتهم مسؤوليتهم هي كل اللي عليها الإشراف والتحفيز مريم مقوي قلبها بهذا الموضوع وبتحكي لحالها معلش علامات متوسطة بس يعتمدوا على حالهم وعلاقتنا مع بعض الضل سليمة سلمة أعطت أولادها الآيباد عشان يلتوا ودخلت المطبخ تجلي بعد العشا ما هو الجلي زي الخميرة سلمة ضربت أولادها عشان يركبوا البيت وبتصرخ عليهم عشان يناموا ناموا ولكم ناموا مريم بعد ما خلصوا أولادها دراسة لعبت معهم أونو مريم بعد العشا بتقرأ لأولادها قصة وقرآن وتبوسهم وتنيمهم مريم خلت الجلي لتاني يوم سلمة بتعتقد أنه كل ما كان غسيلها ناصع كل ما زاد حب زوجها لإلها وهي بتطبق مقولة أقصر طريق لقلب الرجل بطنه سلمة لهلأ ما وصلت لقلب زوجها مريم بعد ما نيمت الأولاد بتتحمم وبترش عطر وبتعمل فنجان شاي وبتقعد مع زوجها على رواء يحكوا عن يومهم مع بعض مريم وصلت الحمد لله لقلب زوجها سلمة بتسمع جملة إيش بتعملي طول الوقت سلمة بتقول عم بنظف البيت وأمسح من وراكم ما فيكم حدا بيحس سلمة بتنقهر وبتكتب على الفيسبوك الأم مشمعة تحت رق لتونير ما بعرف إيش مريم بتسمع نفس الجملة على فكرة إيش بتعملي طول الوقت مريم بتجاوب بكل ثقة بعمل بيت سعيد وجيل صالح ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر